تسبيح سبح تعوذ فيسل الإمام أن يفعل ذلك والمأموم يكون معه فإذا الإمام وقف فالمأموم يسبح ويسأل ويتعوذ وإذا قرأ الإمام استمر المأموم ينصد ولا يتكلم بشيء وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصده وبالنسبة للدعاء إذا طبعا موضع فيه تسبيح مثلا فيه آيات فيها فسبح بحمد ربك مثلا فيه آيات فيها عظمة الله رفيع الدرجات ذو العرش وله الكبرياء في السماوات والأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس سبحانه في الدعاء فيه عبارات فيها تمجيد لله لا يذل من وليت لا يعز من عاديت تبارك تي ربنا وتعاليه فبعض أهل العلم قالوا المأموم يسبح قياسا على ما ورد في قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح كما ذهب إليه شيخنا عبد العيس باز رحمه الله وسألته عن ذلك والدليل فيه وبعض قال إذا مر يعني إذا قال الإمام في الدعاء أشياء فيها تمجيد لله فقلب المؤمن يعتقد ما يسمعه فيكون عمل عمل القلب ولا يقول شيئا وأما إذا سأل في الدعاء أو استعاذ فالمأموم يؤمن